سجال ناري جديد أطلقه تقييم استخباراتي أمريكي نشرته صحيفة نيويورك تايمز رجح أن تكون كياذ وراء الهجوم الذي استهدف الكريملين في الثالث من الشهر الجاري وجاء التقرير ليعزز الموقف الروسي باتهام كياذ بالوقوف وراءه وتعقيباً على التقييم الأمريكي قالت موسكو إنها كانت تعلم منذ البداية أنه يحمل بصمات أوكرانية أما كياذ التي تلاحقها الاتهامات فانأت بنفسها عن الهجوم مؤكدة أن لا علاقة لها بالحادث جملة وتفصيلة وقاد تقييم استخباراتي أمريكي إلى خيوط حملت تفاصيل إضافية عن الجهة التي تقف وراء الهجوم الغامض على الكريملين متهماً وحدة أوكرانية خاصة بأنها قد تكون دبرت الهجوم بطائرة مسيرة وبحسب التقييم الأمريكي فقد أنشأت الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في أوكرانيا وحدات خاصة للقيام بعمليات سرية ولكن الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الوحدات تنسق عملياتها أم أنها تعمل بشكل منفصل وربما تعمل من دون أوامر من كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم الرئيس فلودومير زيلنسكي تقييم توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية من خلال رصد اتصالات أوكرانية وروسية ويبدو بحسب التقييم أن الهجوم على الكريملين كان جزءاً من سلسلة عمليات سرية نفذها عملاء موالون لكياب مثل الهجوم على خطوط أنبيب نوردستريم وعملية اغتيال داريا دوغينا والشاحنة المفخخة على جسر كيريتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم تطورات تأتي في أعقاب نشر وثائق البنتاجون المسربة وتضمن الطلبة أمريكية لزيلنسكي بتأجيل الهجمات على موسكو في الذكرى الأولى للحرب اشتركوا في القناة